وعلى هامشي فعالية معرض ومؤتمر البترول الدولي إيجابس 2022 شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بحضور سفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثين كوهين توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية في مجال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين مع عدد من شركات البترول الأمريكية لإطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول وأوضح وزير البترول أن برنامج تطوير العنصر البشري وبناء قدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفاءتهم يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر